مرحبا بكم مشاهدين كرام في نشرة الجوية نقدمها لكم من قناة الإخبارية الأولى في الجزائر إذا ستبقى التحش تكون رعدية ومهتبرة محليا على المناطق الوسطى والوسطى الشرقية إلى غاية الأربعاء السادسة سباحا كمية الأمطار ممكن تتعدى محليا 40 مليمتر نبدأ نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاستناعي تضحنا السحب على غرب وسط البلاد سفأ واستقرار على معظم المناطق الجنوبية بالنسبة لتفاصيل الوضعية الجوية خلال النهار الأربعاء إن شاء الله بالنسبة لحركة الرياح حتى تتراوح سرعة سامة بين 20 حتى 40 كم في الساعة على غرب وسط البلاد ما تتعدى سرعة الرياح 25 كم في الساعة على المناطق الشرقية ونسجل حتى 40 كم في الساعة على ولايتنا الجنوبية سيكون في تطاير محلي للريمال نرح الوضعية الجوية لانتوقعها خلال صبيحة الأربعاء إن شاء الله تبقى تحت دايما شوية على السواحل الوسطى والشرقية حتى على المناطق القريبة من السواحل الوسطى الأجوال على النموم ستكون مستقرة على المناطق الغربية للوطن بالنسبة للمناطق الجنوبية تتشكر رعود على الهوغار وتسلي حتى على أقصى الجنوب الجزائري والشرق الصحراء ممكن تعطينا شوية لكن يبقى الحال مستقر على العموم على باقي المناطق الجنوبية بالنسبة لدرجة الحرارة نسجدها خلال صباحة الأربعاء إن شاء الله رح تلحق بإذن الله 6 درجة على النبا نسجدها 14 درجة على الجزائر العاصمة وهران تلحق 12 درجة على البيض نعمة مشرية حتى على باتنا سجدها 28 درجة على منطقة عين صالح 18 درجة على تيندوف 30 درجة على إليزي وجنات و32 درجة بمنطقة عين قزة في ظاهرة الأربعاء إن شاء الله رح تتحسن الأجواء تدريجيا على المناطق الوسطى تبقى تحدى من شويش تتكون عادية أحيانا على معظم ولاياتنا الشرقية الليل وتل الأجواء على العموم تكون مستقرة تشكل صحب عابرة تكون بدون فعالية على غرب البلاد بالجنوب تتشكل رعود ممكن تطينا شويشتا على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعة الهوغار والتسلي والجنوب الشرقي لكن يبقى الحل مستقر على العموم على باقي المناطق الجنوبية مع تطاير للريمال محليا درجات الحرارة نسجلها خلال ظاهرة الأربعاء إن شاء الله رح تلحق بإذن الله 34 درجة على 8 رأس 42 درجة نسجلها على أدراء 44 درجة على منطقة عين صالح تلحق 40 درجة كأهلة مقياس على عين قزام وبرج باجي مختل 25 درجة على البيض نعام ومشريا 24 درجة على الجزائر العاصمة 25 درجة على وهران 23 درجة على منطقة عنب بالنسبة لحالة البحار نهال الربع إن شاء الله البحار سيكون مضطرب على السواحل الغربية رياح ستكون جنوبية غربية إلى غربية تسرح سرعتها ما بين 30 حتى 50 كم في الساعة على السواحل الوسطى والشرقية البحار سيكون قليل الإطراب ما تتعدى سرعة الرياح 30 كم في الساعة علون موجة إن شاء الله نسجلوا حوالي متر ونص على السواحل الغربية ما تتعدى متر بالسواحل الوسطى ونص متر بالسواحل الشرقية والرؤية إن شاء الله ستكون متوسطة قبل أن نختم نرشتنا الجوية نتوجه بكم اليوم لولاية ميلا الحال بياه خلال يمات القليلة إن شاء الله نهال الاربع والخميس تبقى ديما تحشوي يشتاتهما يتسجم الحال تدريجيا نهال الجمعة مع درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 11 و14 درجة خلال الصبيحة وتكون ما بين 22 و27 درجة خلال الدهيرة الرياح في أن سجلوا حوالي 30 كم في الساعة والرطوبة حوالي 70% كالعادة نختم نرشتنا الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق غروب الشمس بالجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقصن على الأربعة والله أعلم نشكركم على المتابعة في يمن الله اشتركوا في القناة